السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة واحد كانون الاول ديسمبر طبعا بما انه اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود او الان موجود في برج السرطان ورح ينتقل في ساعات العصر ساعة اربعة تقريبا رح ينتقل لبرج الاسد ورح يظل موجود في برج الاسد لغاية الساعة 53 دقيقة من صباح يوم الاثنين لينتقل القمر بعديها للعذرة القمر الان موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 37 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو وبما انه القمر موجود في برج السرطان لغاية ساعات العصر معناته منظل بنشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من اي شيء حتى لو كان الشيء بسيط منحاول قلق جو من الامان انه لا احبانا لا اطفالنا من ميل للقيام باشياء بتجعلنا سعداء من ناحية اخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منه انه يضرف الدموع اثناء تذكر الماضي احنا بحاجة لما المزيد من الاهتمام ومراقبة اكلنا وشربنا لانه بالفترة هاي بتكون شهيتنا مفتوحة لتناول الطعام يجب ان نتجنب انتقاد الاخرين لان حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا من الان ولغاية ساعات العصر الاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات او باطفالنا او قضاء وقت ممتع بالمنزل او مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة واربع دقائق صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليفا انه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا الوقت المناسب لا امور تتعلق بالراحة متزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات وخصوصا للعمل المسرحي والروحانيات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وثمان دقائق صباحا اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لانهم بيتجهم من خلال تنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبرضو بتعمل عنا بعض الرغبات اللي ممكن يتأدي في معنى لخيبات امل راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لانه ممكن تؤذوا فيها الاخرين دون ان تشعروا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وصد دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة طبعا برضو بتتوجه اهتماماتنا للامور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوان ايدتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة وصد دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة اربعة عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها للأسد هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بالاكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الحدث اللي رح يصير في فترة خلو المسار هو انتقال كوكب عطارد اللي رح يكون طبعا له عدة حركات لما ينتقل لبرج الجدي انه رح يكون في حركة امامية بعدين يتراجع بعدين يتراجع من الجدي ويرجع للقوس مرة ثانية يعني خلال الفترة القادمة ولكن بالحلقة هاي التركيز رح يكون على الحركة الامامية الاولى وبعدين نشرح كل مرحلة بوقتها ان شاء الله الحلقة طبعا صارت موجودة على القناة بنصح الجميع انه يستمع لها طبعا بالنسبة للحركة الاولى اللي هي اليوم الساعة 22.31 دقيقة عصرا عطارد رح ينتقل من القوس للجدي رح يظل في حركة امامية لغاية الساعة 7.8 دقائق من صباح يوم 13.12 لانه في هذا التاريخ وفي هذا الوقت اللي هو يوم 13.12 الساعة 7.8 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش رح يبدأ عطارد بالتراجع في برج الجدي خلال الفترة المذكورة اللي هي من اليوم ولغاية يوم 13.12 بيشعروا موليد برج الجدي بقوة الفكر والادراك الجيد للامور وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والاتصالات والسفريات وبيكون في عندهم قدرة على الإقناع يعني بيقدروا يقنعوا الغير بوجهة نظرهم أكثر من قبل وبيستفيد معهم برضو موليد الأبراج الترابية والثور والعدراء والمائية اللي هم السرطان والعقرب والحوت وكل شخص لما انولد كان عطارد موجود عنده في برج الجدي الساعة 4 عصرا بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بنتقل وبيستقر في برج الأسد عشان هيك منبدأ نشعر أن الناس من حولنا في هذا الوقت صاروا أكثر كرما مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية بينصب التركيز حول الفرح والترفيه والتجميل ممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع أحبانا يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبرضو بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض الأموال من استثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين نرتدي الملابس الأنيقة نهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات العصر بضلعنا الأكثر حساسية اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما نجري لها عمليات جراحية كبرى اللي هي المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب، غشاء الصفاق، والجهاز اللينفاوي، وعظم الصدر أما من ساعات العصر وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا القلب الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان بالنسبة لهذا اليوم يعني ما فيه أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية بدون الأعضاء اللي ذكرناها وبالأوقات اللي ذكرناها ومش بوقت قلو المسار طبعا بالنسبة لأعمليات التجميل يعني ما فيه أي مشكلة للحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يتواجد في برج الأسد من ساعات العصر معناته فيه خلو مسار قادم رح يكون يوم الاثنين الساعة ثنتين وحد عشر دقيقة صباحا بيبدأ وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة وخمسين دقيقة صباحا ليستقر القمر بعدها في برج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره ثمنتاشر يوم فيه تمام الساعة ستة وثمان دقائق مساء بصير تسعتاشر يوم نسبة الإضاءة تسعة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 سعيدة بنسبة 50% الآن في ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 10% القمر في السرطان الآن وفي ساعات العصر رح ينتقل لبرج الأسد ورح يظل في الأسد ليوم 4-12 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 15% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في القاوس وبدو ينتقل للجدي زي ما ذكرنا ورح يضل بالجدي لحركة أمامية ليوم 13-12 بعدين بيبدأ بالتراجع اليوم هو سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45% المريخ في القاوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا التركيز رح يضل على المسائل اللي بتتعلق بالبيت والعائلة من الآن ولغاية ساعات العصر أهم شيء نحاول قدر الإمكان أنه ما تبدأوا بأي مشاكل وما تعصبوا وخلال هذا اليوم مع أفراد العائلة ممكن يصير بعض الأعطال أو بعض الاهتمامات أو المتطلبات العائلية أو ممكن صحة أحد أفراد العائلة تكون بحاجة للرعاية بعض موليد برج الحمل ممكن يكون فيه خبر سار أو فرحة لها علاقة بالمنزل أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وبرضو بيكون عندك قدرة عالية جدا على الإقناع اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بيبدع فيها خلال هذا اليوم ما قبل خلو المسار ولكن في فترة خلو المسار بتكو تنتبهوا وما تعتمدوا على الحضوظ نهائيا برضو ممكن يكون لكم نوع من النواع التعامل مع أخ أو جار في هذا الوقت وفي حدث معين ممكن أنك شوي تنفعل أثناء الحديث عنه أو أثناء مواجهتك فيه أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتظل في فرص لمكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم مالي هدية أشياء من هذا القبيل ولكن هاي الفترة بالذات يعني فترة غير مناسبة للمغامرات المالية أو للنفقات للزيادة فراخبوا مصاريفكم وبرضو انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع بظل في نوع من أنواع النشاط العالي جدا اليوم على المستوى المالي كفوتير أو دفعات أو أشياء من هذا القبيل لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتنشطوا بالحركة بالسفريات بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات بالنسبة لموليد برج السرطان طاقة عالية جدا الآن بما أنه نور القمر تقريبا غطى جميع موليد العشريات في برج السرطان فهذا بعطيكم طاقة عالية جدا حيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم وأيضا اليوم ممكن يجيكم خبر سار أو شيء كنتوا بتنتظروه بالأيام الماضية وهذا الشيء رح يركز كثير حتى على المستوى العاطفي وعلاقاتكم مع أحبائكم فعشان هيك الأجواء اليوم جيدة ولكن في فترة خلو المسار اضبط أعصابك شوي من بعد الانتقال من ساعات العصر ابتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ولكن ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التعب ما زال مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر فعشان هيك حاولوا انكم ما تتخذوا قرارات حاسمة انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل اخلدوا للراحة اعملوا بشكل روتيني إذا كنتوا في بعض الأعمال اللي حابين تنجزوها حاول قدر الإمكان ما تعتمد على أي وعد يقطع لإلك اتفقد الأوقات أو الوعود أو الحجوزات بمعنى آخر لأنه عادي ممكن يلغى أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتبلشوا تمتلقوا نشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا الآن بتنشطوا اجتماعيا بظل مجال النشاط الاجتماعي أو لقاء الأصدقاء أو التواصل معهم أو ممكن تشاركوا في مناسبة أو لقاء أو يعني الأمور الاجتماعية أو تستفيدوا من علاقاتكم ولكن الآن بدأ القمر يقترب من بيت المتاعب فعشان هيك بتجد أنه اليوم طاقتك شوي نزلت حاول قدر الإمكان عشان هذا الحدث إنك اليوم ما تدخل بأي مواجهة مع أي أحد من الأصدقاء أو المعارف وما تخلي أي حد يستفزك أما من ساعات العصر فخلص القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على العقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم برضو الأجواء بتظل جيدة على مستوى الأمور الشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يقدموا طلبات عمل وبرضو جيدة لإتمام بعض الأمور اللي أنت بتكون تسعة للترقية أو لمنصب أو لتكريم مثلا ولكن ديروا بالكوا هذا بيت السمعة بيقول لك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك بأي تصرف من ساعات العصر وما بعد هنا بتنشط بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة أو يتوجه لدعوي مثلا أو يكون في لقاء غير طبيعي ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو اتصال أو أحد المعارف برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا النشاط عالي جدا اليوم برضو بالاتصالات البعيدة أو تعامل مع أجانب أو بمسائل تتعلق بالسفر أو أوراق سفر أو أشخاص زي ما حكينا خارج البلاد وبرضو على مستوى الدراسة الجامعية والامتحانات والأمور اللي إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أو القضايا يعني هاي الأمور كلها تقريبا راح تظل مستمرة معك لغاية ساعات العصر ولكن في فترة خلو المسار انتبه أثناء قيادتك للسيارة بالشوارع المفتوحة وانتبه من العصبية وردات الفعل أما من ساعات العصر وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر باليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن اتجنبوا الخلافات واسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا التركيز راح يضل من الآن ولغاية ساعات العصر على الأموال المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه اللي هو البنك الضريبة تعمين الديون ميراث هاي اسمها أموال مشتركة حتى أموال الزوج أو الزوجة أموال مشتركة واليوم رغم النفقات إلا أنه في بعض المكاسب اللي مصدرها بتيجي شراكة أو تعويض أو مستردات لبعض الأموال اللي لإلك أو مطالبة بحقوق لإلك بتحصلها خلال هذا اليوم في ساعات اللي هي الخلو والمسار حاول قدر الإمكان إنك ما داين حد فلوس ما تكفل حد وما تغامر بأي مغامرة مالية أما من ساعات العصر فهنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وتعامل مع الأجانب حتى على المستوى العاطفي الأجواء بتصير ممتازة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين الشوارع أو بين المدن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية وعلاقة الأزواج في بعض لأن القمر ما زال موجود مقابلكم تماما يعني ممكن هذا الشيء يعني عزز بعض الأمور أو تنجز بعض الأمور اللي بدها عمل مشترك ولكن احذروا من أي توتر أو مشاكل أو سوء تفاهم لأنه سهل جدا استفزازك وهذا الشيء ممكن يكبر مشكلة أو يخلي المشكلة تكبر بزيادة وأنت الحلقة الأضعف يعني أنت اللي رح تكون الخاسر من هذا الموضوع فعشان هيك لغاية ساعات العصر دير بالك من ساعات العصر وما بعد هنا لأجواء بتتحسن بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتركز اهتمامكم على العمل ولكن بدأ في ضغط من ساعات الصباح بتبلشوا تشعروا فيه لأن القمر بيقترب لمقابلتكم تماما عشان هيك يحاولوا انك تركزوا على الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقلوا لعمل آخر حاولوا قدر الإمكان إنه يعني اتمموا الأعمال بدون مشاكل بدون مواجهة مع الزملاء بدون سوء تفاهم برضو بتكن تنتبهوا لصحتكم لأن طاقتكم بدأت تنزل شوي شوي من ساعات العصر خلاص القمر بيصير مقابلكم تماما هو جيد لتعزيز العلاقة مع الشركاء سواء شركاء المال أو شركاء العاطفي أما بين الأزواج وحاولوا انك تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم ولكن بتكونوا تحاذروا من الخلافات وحاولوا انكما تضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا العاطفي بالظل موجودة وبقوة لأن القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات العصر فعشان هيك تشتد رغبتكم بالتقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم ممكن اليوم يكون في تقارب ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو ما بينك وبين أحد الأحبة مثلا وبرضو الأجواء جيدة للترفيه للتجميل للاهتمام بالنفس طبعا هذا الموضوع رح يظل مستمر لغاية ساعات العصر الحظ بدعمك ماليا عاطفيا أكثر من الأمور من ساعات العصر القمر بنتقلوا بصير في البيت السادس فهنا بدكوا تبدأوا من ساعات العصر تنتبهوا أكثر لصحتكم بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم فتضطروا للعمل وقت إضافي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر